الله تكمل عافية إن شاء الله يوم رح نبلش ونكمل أيضا في موضوع شرح الفقرات فقرة اليوم اللي رح نشرحها اللي هي Young Emerity Inventor أديب البلوشي هاي الفقرة موجودة في Module 2 Unit 3 Students Walk Page number 20 كالعادي نفس معودناكم أنا رح أعطيكم بعض المعطيات اللي إن شاء الله رح تخلي الطالب يطلع من المفهوم أو الإطار التقليدي اللي هو من الحفظ للفهم زائد أنه رح نناقش الأسئلة الوزرية اللي أجدت عادة للقطعة وأيضا بإمكانكم تستفيدوا من الشرح اللي أنا بطرح لكم إما من خلال الكتاب أو إنكم تتواصلوا معي ورح أزودكم إن شاء الله في نسخة الPDF اللي أنا بشرح لكم إياها عشان تستفيدوا أكبر قدر ممكن قبل ما بلش حب ذكركم لا تنسوا دعموا القناة في اشتركاتكم لا تنسوا أيضا تعمل شرع لجميع زملائكم خلي كل يستفيد وتعم الفائدة أول إشي رح نبلش فيك العادة اللي هو الword قائمة الكلمات المهمة أول كلمة مطلوبة اللي هي apparatus أبريتس إيش معناها؟ جهاز أو عدة أو أدوات طيب كيف أستاذ دستدل عليها؟ نفس معوتكم إنه الانجليش مينينجز أنا ما بدي إياها الطلاب بيحفظوها نهائيا دائماً فيكون في عنا كي واردس كلمات مفتحية أو دلالية للكلمة المطلوبة عنا اللي هي بمعناها equipment أو machinery زي ما تشايفين اللي هي العدة أو إيش الأدوات الألات الأخرى اللي هم علاقة بنفس المعنى اللي هم الكلمتين مهمت جداً هو equipment وعنا إيش machinery منها بنستدل على إيش اللي هي الكلمة المطلوبة اللي هي apparatus الكلمة الثانية اللي هي appendage appendage إيش معناها طرف أو عضو طيب إستاذ كمنا نعرف لازم أول إيشي تعرف أن هي a body part a body part هاي مهمة جداً شو ما لها connected trunk body هيك بنجي نحكي connected متصل بإيش trunk اللي هو الجذع أو اللي هو خليني نحكي الجذع الرئيسي أو الجزء الرئيسي من جسم الإنسان تمام فهونا كمنا نعرف كمان مرة a body part connected trunk body هيك بنجي نحكي فابندage معناها طرف أو عضو طيب بعدها ننتقل ل الكلمة اللي هي artificial artificial طيب إستاذ كمنا نعرف إصطناعي معناها معناها made or produced by human beings made or produced by human beings طيب بعدها ننتقل ل الكلمة اللي هي limb limb إيش معنى limb طرف أو عضو في جسم الإنسان اللي هو طرف أو عضوين في جسم الإنسان اللي هو مثل إيش arm leg of a person مهمة جدا نعرف هذه الأمور نوعا ما رح يكون فيه إرباك للمعاني عشان هيك أنا حاب لكل الجميع أنك تركز على الكلمات اللي أنا أعطيك إياها اللي هي arm leg of a person هيك جنحكي اللي هو الذراع أو الساق للشخص تمام إذن فيه فرق بين limb ولاحظ appendage كيف من ناحية المعنى طيب ننتقل البعديها اللي هي prosthetic prosthetic برضو بتجمعنا طرف أو عضو إصطناعي طيب ليش أستاذ حكينا طرف أو عضو إصطناعي اللي هنا prosthetic أجت في النص ك noun وك adjective كلاهما التعريف نفسه كلاهما English meanings الكتاب طرحه نفسه تقريبا تمام كيف تستدل رح تستدل بنفس الكلمات اللي هي prosthetic ايش معناها artificial body part تمام artificial body part مهم جدا نعرف انه سواء كانت prosthetic ك noun وانا حط لكم اياها ايضا هي prosthetic يأتي عادة بعديها هي limb تمام انها كصفة فنفس المبدأ ونفس الكلمات اللي ممكن نستدل عليها اللي هي artificial body part تمام سواء إصطناعي كصفة أو كأجت ك noun اللي هي طرف أو عضو إصطناعي بظل عنا اخر شيء اللي هي sponsor sponsor هي كverb مطلوب هنا في الكتاب أو في الفقرة واردة كفعل تمام ونفس ما حكيت لكم عشان نستدل دائما على الكلمات إذا لقيت دائما اللي هي English meanings إذا بدأت relating to أو describing معناته بيكون اللي هي الكلمة طلوبة adjective أما إذا بدأت في to بدأت في to فبكون الكلمة المراد أو المقصود بها اللي هي بتكون verb تمام فعندنا هنا sponsor زي ما شايفين معناها إيش يرعى ماليا تمام يرعى أو يتكفل أمر معين ماليا إيش ما الكلمات الرئيسة هي financially support financially support اللي هو يدعم ماليا تمام هاي بالنسبة الكلمات المطلوبة المهمة في هذه الفقرة طيب خلينا هسا نناقش موضوع الفقرة العنوان هو زي ما شايفين young emrty inventor is going to trouble the world طيب خلينا شو كيفي الأفكار والناقشها وشو الأسئلة اللي أجت عليها وزارية وأيضا نقش أسئلة الكتاب وأسئلة إضافية بقول لك 10 years old أديب البلوشي from Dubai is going to travel to seven countries on a tour which has been organized and funded by شيخ حمدان بن محمد Crown Prince of Dubai طيب هاي مقدمة بقول لك أديب البلوشي همين هاذ هو المخترع الصغير أو الشاب قديش عمره 10 years old البالغ من العمر عشر سنوات من وين من دبي شو ماله سوف يسافر إلى سبع دول لاحظ سبع دول how many countries سيقول لك هنا كم عدد دول هي 7 طيب شو هم what are they شو هم هذول الدول هسا خلال شرحنا راح تشوف راح يذكر هم السبع دول تحديدا تمام طيب سيسافر إلى سبع دول في جولة إيش أتور معناها جولة قام بتنظيمها وتمويلها الشيخ حمدان organized ينظم funded يمول اللي هي من قبل مين اللي هو الشيخ حمدان بمحمد الكراون وبراينس كراون اللي هو ولي عهد دبي ولي عهد دبي طيب أول شيء which على ماذا تعود تعود على إيش أتور تعود على إيش أتور طيب راح أركز هسا على موضوع مهم جدا راح أشرح وشرح مستقل في شرح كامل لأنه دائما يجعلها أسئلة اللي هو المتلازمات اللفظية هاي الفقرة الأولى اللي هي خليجي نحكي من الفصل الأول اللي بتركز على موضوع الأول من الكوليكيشنز أنا راح أشرحهم بشرح مستقل كامل بطريقة مميزة كالعادة وأنه ممكن الطالب يستدل عليهم بكل سهولة زاعد أسئلة الوزرية المهم بدياكوا تحددوا معي من خلال الفقرة لما أجي حكي لك كوليكيشن يعني متلازمات لفظية عن كلمتين دائما يأتوا مع بعض بكونوا عندنا كلمتين أو ثلاث دائما بيكونوا إيش مع بعض تمام هاي بسموهم متلازمات اللفظية طيب بقول لك هون الشيخ حمدان اتنشن وذ هز انفنشن طيب ايش هو الانفنشن بقول لك لفت الصبي انتباه الشيخ حمدان باختراعه تمام باختراعه أول شيء حاب نركز عليه caught attention يعني catch إذا أجد كفعل فرب 1 catch attention معناها إيش يلفت انتباه أو يجذب انتباه دائما هذا كوليكيشن يعني catch يجب أن تأتي مع attention تمام ما بصير ليش أستاذ طيب معناها يجذب انتباه يلفت انتباه طيب ومنحكي attract مثلا لا يجوز إذن هاي هي الكوليكيشن كلمتين يأتوا مع بعض موضوع هذا شائك نوعا ما وهو قريب من اللغة العربية عندنا موجود أنا راح أشرحه بالتفصيل المهم بديك تحدد لما أجي أحكي لك catch أو caught نفس مني موجودة attention دائما هذول كوليكيشن سأجل عندك ملاحظة كوليكيشن يعني هذول يعني بيجوا مع بعض مع بعضهم من غير يعني أن نفصل بناتهم أو أنه نجيب أفعال أخرى يعني تعطي نفس معنى مثلا يجذب ونستخدمها مع intention هذا إشي غلط تمام لا يجوز ليش أنه خلص متلازمات لفظية دائما بيجوا مع بعض طيب إذن أول إشي عندنا catch attention أو caught attention هاي أول كوليكيشن طيب حكينا هنا لفت الصبي أنت بيشيخ حنب اختراعه سجل عندك هذة كلمة invention يعني أنا بدي هيك على يعني ملاحظات شوية نوس invention إيش هو اللي لفت بأي اختراع اللي هو aprostatic limb لاحظ إذن هاي أول اختراع حط عليها دائرة تمام اللي هي aprostatic limb إذن هذا هو أول اختراع number one تمام اللي هو طرف إصطناعي لمين for his father طبعا his وهيز تعود على إيش يعني يعني لو بلش من هون مثلا the boy تعود على the boy من هو the boy بين قسين أنا بفضل نحكي إيش أديب اللي هو إيش أديب البالوشي نفس الإشي طيب خلينا نكامل بيقول لك the sheikh has taken a special interest in the boy طيب عنا ثاني collocation اللي هو take interest in طبعا هون interest يجب بعدها in أوك take interest اللي هي verb 3 taken إلى غض النظر شو كان تصري في الفعل المهم بكون عنا take interest معناها يبدي اهتمام تمام يبدي اهتمام فيه طيب بيقول لك هنا the sheikh has taken a special interest in the boy أبدأ الشيخ تماما خاصا بالفتاة اللي هو إيش أديب and Hobbes ويأمل the tour اللي هي الجولة that he is sponsoring for أديب الذي يرعاها لأديب يعني مولها خليجو نحكي ماليا تمام will give the young inventor لأديب المخترع ستمنحه مزيد من الثقة بالنفس اللي هي more self-confidence and inspire other young emirati inventors إذن هنا في عنا فائدتين أول فائد اللي هي تمنح المخترع الشاب اللي هو من أديب اللي هي مزيد من الثقة بالنفس وأن يلهم inspire يلهم إيش مخترعين الإماراتيين الشباب الآخرين إذن في عنا هنا two reasons سببين أو benefits فوائد اللي هي من هذه التور الجولة اللي يرعاها أو مولها اللي هو الشيخ حمدان تمام اللي هم عنا سببين أتمنى برضو تحطوا أرقام one two كلها اسألة التعداد رح تيجي اللي هي من عند give the young inventor more اللي هي self-confidence والثاني هي inspire other young emirati inventors طعم خلينا شوف الأسألة اللي رح تيجي وأجت أيضا بإمتحال الوزاري هذو فقرتين اللي هي بيقول لك why was شيخ حمدان interested in helping أديب why did he offer أديب the gift of award tour لاحظ هذو السؤال موجود وين student book page number 21 اللي حاب أحكي لو نيجي نطلع على السؤال هو أصلا مكون من شقين يعني هذو باعتبار سؤالين باعتبار عنا سؤالين طيب أول شيء بقول لك لماذا اهتم لهو الشيخ حمدان بمساعدة أديب لماذا كان يهتم في مساعدة إيش أديب عنا أول يعني أول شق أو أول جواب لهذا السؤال اللي هو ننبلش من هون شيخ حمدان بمساعدة بمساعدة أديب بمساعدة 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 يعني عندنا السطر الأول هذو بمساعدة اللي هي شيخ حمدان زيخ حمدان زيخ يعني باعتبار انه زي بلجي بحكي لك لو لفت انتباهه بإيش بإختراعه بإختراع أديب هو إيش أبروستيث كلم اللي هو الطرف إصطناعي لأبيه لعنده النقطة تنتهي الفكرة نحن نفس برجع بكرر دائما عنده النقطة تنتهي الفكرة بعد نقطة فكرة جديدة ما لم يكن هناك أداة ربط تربط بين الجمل طيب بنشوفي الشق الآخر من السؤال ليش أنا بركز على موضوع يعني قبل ما نشوف الشق الآخر موضوع النقطة مثلا لما أجي أحكي لكم تنتهي الفكرة بعدها فكرة جديدة لاحظ الشق الآخر من السؤال هو علاقة ما بعد تمام ما بعد هذه النقطة يعني هون صار عنا سؤال وجواب له وهم عنا أيضا سؤال وجواب له فإذا صار في خلط بين الأمور ستحاسب على هذا الشيء ويعتبر خطأ طيب ليش عرض أو قدم هدية جولة حول العالم لأديب ليش هيقدمها لأديب في عنا two benefits أو reasons إيش هو بيقول لك هي أوفرد أديب طبعا the world tour to help أنا هسا بالنسبة لي شخصيا هذا جواب المنطقي خلوني نحكي أو النموذجي المثالي تبعا للكتاب أنا ما بفضل الطالب يعتمده خلص أنا زي ما بحكي لكم بحدد مثلا هذا الشق هو الجواب و موجود في الفكة الرئيسية فيعتبر صح طيب شو هم ليش هو قدم له هذه لأنه كان يأمل خلص كنت تحكي هوبس because مثلا he hops the tour that he إلى آخر لعند inventors يعني هاي برضو هاي الجواب أيضا مية بالمية صحيح يعني كنت تحكي he hops كذا أو the شيخ حمدان he hops the tour that لعند إيش inventors ليش لأنهم أن يضم الجواب هذول السببين أو الفائدتين الرئيسيتين اللي هم to give اللي هي the young inventor more still confidence and inspire إلى آخر لعند كلمة inventors طيب خلينا نشوف كيف شو أجل سؤال وزاري من هاي الناحية بس قبل ما نشوف أنا حاب بس أنوها أيضا على موضوع الضمار عش تعود his عش تعود هي the boy بين قلسين حطولي أديب أنا هذول بدي طيب مثلا that تعود دائما التي وراها مباشرة اللي هي the tour طيب هي عش تعود هون هاي مهمة جدا هاي جبوها في امتحان وزاري تعود على إيش على الشيخ حمدان تعود على إيش الشيخ حمدان طيب منشوف كيف أجل امتحان الوزاري هاي الفقرة الحاب أنوها عليه الطلاب أجت مرتين المرة الأولى أجت في الامتحان التجريبي أول ما عمموا المنهاج اللي انتو حاليا بتدرسوا مطالبين فيه جبوها في الامتحان التجريبي وأيضا جبوها مرة أخرى في الامتحان آخر اللي هم الموعدين فإذن هذه الفقرة أجت مرتين رسميا تمام ولكن مش معنى أنها ما راح تيجي لأنه فيه أسئلة كثير عليها ومهمة جدا طلع الشق الأول يعني أنا ليش معطيكم هنا أجت صيغتين هنا في أنا صيغتين امتحانية وزاريات الأولى امتحان التجريبي والثاني هي امتحان الوزاري الرسمي طيام بقولك لسببين حكناها كلما يكون عنا write down these two معنى ما في غيرهم اثنين أو الصيغة الثانية اللي جابوها في الامتحان أيضا الآخر the tour that شيخ حمدان is sponsoring has two benefits لاحظ إلا فائتين write them down اكتبهم هذو الفائتين إيش هم الفائتين نفس ما اتفقنا تضع هي مثلا hopes إلى آخر عن كلمة inventors هاي باختصار تمام فالموضوع سهل مش مثل متوا شايفين النوع ولكن هي في أفكار مهمة و متتابعة فعشانك منها ننتبه لموضوع يعني السؤال وجوابه السؤال وجوابه طيام ننتقل للفقرة التي بعدها بقولك أديب أديب المفقرة لتصدق عندما كان في المنزل مع اجل طيب لاحظ أيضا في عنا collocation هستثالث في هذه الفقرة اللي هو إيش got the idea يعني get إذا كانت بالبرب 1 اللي هي get the idea هم معناها يحصل على فكرة يحصل على فكرة أتمنى كنت تسجله طيب أديب حصل على فكرة أديب اللي هو إيش حصل أديب على فكرة a special kind نوع خاص من إيش اللي هي leg هي ساق إصطناعية أثناء وجوده لاحظ وين وجوده على الشاطئ at the beach with his family مع عائلته طيب كيف هو حصل على هذه الفكرة لاحظ بحكي لك his father who was an artificial leg artificial هي مرادف مرادف لإيش لبروستيتيك نفس الإشي عنا artificial prostatic نفس الإشي تمام اللي هي إصطناعية طيب بحكي لك هنا والده الذي كان يرتدي ساقا إصطناعية طيب لاحظ هذه الجملة بين فاصلتين زي ما تشايفين وفي هنا اللي هي خاني جي نحكي اللي هو relative clauses تمام اللي هي اسماء الوصل أو ضمار الوصل هو which إلى آخره أنا شرحت هذا الموضوع وهو مهم جدا ومطالبين فيه قواعدي بس أنا بحب دائما أنوه الطلاب لهذه الأفكار إحنا لما نيجي نحكي في عنا نوعين لـ relative clauses في عنا defining relative clauses وعنا non-defining هذا الأسلوب هو non-defining بين الفواصل اللي هو non-defining relative clauses إيش يعني هذا هذا الحكي حكيناكم دائما أنا في الشرح أنه هذا بين الفاصلتين تمام هو بيكون extra information يعني معلومات إضافية معلومات إضافية إذا حذفناها إذا حذفناها المعنى واضح لم تتأثر الجملة يعني يعني الفكرة توصل زي ما بيحكوها تمام ولكن هي فقط إحنا نستخدم هذا الأسلوب لإيش هي to give extra information بس لهي إعطاء أو تقديم معلومات إضافية عن الشخص طيب لاحظ بقول لك who wears an artificial leg الذي كان يرتدي ساقا إصطناعي شو ما له his father إحنا هذا اللي بدهمنا هسا هون لأنه هي معلومات إضافية ما بتأثر طيب could not swim in the sea as he could not risk getting his leg wet لاحظ إحنا هاي الفكرة اللي بتهمنا لم يتمكن والده من السباحة وين في البحر لأنه إيش as as هنا تساوي برضو أنا شرحت هذا الأمور الموضوع هذا مهم جدا في التعامل مع الفقرات حكنا لكم because و since و as نفس المعنى تعطي لأن يعني السببية ليش لأنه لم يستطع risk خوفا من إيش أن تمتل ساقه تمام اللي هي getting his leg wet خوفا من إيش أن تمتل ساقه this inspired هذا الأمر شو ماله هو ألهم أديب to invent a waterproof prosthetic leg اللي هو باختراع ساق الصناعية شو مالها waterproof مضادة للماء تمام مضادة للماء طيب نشوف السؤال اللي موجود في الكتاب بس قبل ما نشوف أنتوا عارفين زي ما تشايفين أنه عندنا مثلا number 5 اللي هي هي و 6 his أيضا تعود عايش تعود على أديب طيب هو عايش تعود لاحظوا فعلا 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 حسا إذا حكيت يعني نوعا ما راح تكون في إشكالية والده والده لمين فهنا هو تحط أديب تمام يعني أديب أس الملكية تمام أس الملكية يعني ومن ثم فاذر فبتصير أديب فاذر اللي هو والد أديب تمام كل هذا الأمور أنا شريحة ووضحة في جدول طيب السؤال بيكون بيحكي لك هسا كيف أنه حصل على إلهامه لاختراع إيش هي ساق إصطناعي مضاد للماء لاحظوا هذه الجملة الأخيرة هي عبرت عن السبب طيب أنه اخترعها هذا الشيء هو الذي اخترع كيف طيب كمنا نعرف طيب لاحظ كيف أنا بالنسبة لي شخصيا أنا ما بدي الطالب يألف أو يقعد مثلا نعمل أنه مثلا أنه في ظل امتحان الطالب يكون في برجع ما بديك تجاوب لي أجوبة الكتاب المثالية إلى آخره بمكاننا نأخذ الجواب من الفقرة أمامنا بكل سهولة بحكي لك خلص بمكانك تخسر بحكي لك بينما كان على الشاطئ مع عائلته من هنا بتبليش عند و شماله حكيت لكم هذه الجملة ما بيتهمناش بتبليش عند كلمة زي متشايفين تمام فقط من عند و بنحذف هذا الشق اللي هو الاكسرا انفورميشن لانه مش مهم تمام بتبليش هز فاثر من هون كود نات سويم إلى آخر عند ايش و هزا الاشي هو الذي ألهمه باختراع هذه الساق الاصطناعي مضاد الماء طيام ننتقل للي بعدها أديب إس قوين تو فيزيت حكينا لكم في البداية المقدمة يحكي لك سبع دول هاي هم السبع دول سيزور ايش the USA France the UK Ireland Belgium Italy and Germany زي متشايفين فعنا سبع دول ايش هم ولاية تحدي الأمريكية فرنسا مملكة الاتحادة UK اللي هي بريطانيا مملكة الاتحادة إيرلندا بلجيكيا بلجيم إيطاليا وألمانيا طيب ور ورع ايش تعود هاي مهمة جدا بتلخبطوا فيها ور تعود يعني مباشرة على الاسم الذي قبلها اللي هي ايش جيرماني لاحظ عايش عالمانيا he will be staying with relatives إذن هو رح يبقى أو خليجي نحكي رح يقيم مع أقرباءه وين في ألمانيا تمام طيب حيث سيقيم مع أقرباءه اللي هي ايش where he will إلى آخر وين with relatives هي أقرباءه هي وين في ألمانيا هوفر على أي حال while he is in Germany لاحظ وأكد لنا هذا الإشي أثناء وجوده في ألمانيا adib will not be spending all his time sightseeing هاي يعني نوعا ما جملة يعني خليجي نحكي سالب موجب موجب سالب أثناء وجوده شماله لن يقضي أديب كل وقته مشاهد المعالم المدينة sightseeing مشاهدة معالم المدينة الأثري للمدينة عندنا طيب في عنا كمان collocation أتمنى ستجلوه لهو spend time spend time تمام اللي هي يمضي أو يقضي وقت يمضي أو يقضي الوقت طيب شو رح يعمل هناك لاحظ هنا هنا البدنا إياها ستجلوه ستجلوه مع دوكتور لبناء المدينة هاي واحدة هاي واحدة هاي الأولى سيعمل مع طبي متخصص لبناء هون مقصود بيالد هي ابتكار تمام أنا بحكي ابتكار مش بناء هي لابتكار الطرف الاصطناعي طيب عنو طرف الاصطناعي لاحظوا اللي هو إيش اللي ألهم فيه بالنسبة ل اختراعه ساق الصناعي ضد الماء اللي هو إيش ألهم فيه وبينما كان إيش هو على الشاطئ لوالد وهذا الإشي إحنا هسا أخذنا الفكرة الأفكار كاملة عن هذا الموضوع اللي هو إلهامه باختراعه اللي هي هو هسا رح يروح هناك إيش هو لابتكار تمام تطوير هذا الطرف الاصطناعي السبب الآخر اللي رح يكون هناك فيه كيف برضو عرفنا أن هذا سبب ثاني حكنا لكم اللي هي أدوات الربط تفيد إيش التعداد بأتندي أكورس طيب برضو سجل عندك عندنا أيضا كوليكيشن أتند أكورس أتند أكورس اللي هي يحضر دورة تمام يحضر دورة أيضا إيش سيحضر دورة حول إيش أون بروسثيتيكس لاحظ هنا النون بروسثيتيكس حكينا لكم تيجي إصطناعي وتيجي معنا إيش هنا الطرف إصطناعي إذا أجد كانون بروسثيتيكس هي أطراف الإصطناعي كانون وسيتعلم أنواع اختلفة من الأجهزة الطبية طيب ننتقل للأسئلة شو ممكن يجي أسئلة فعلا هذا السؤال موجود سيدة بوكبيج نمبر 21 برضو في عنا هون سؤالين في سؤال واحد يعني شقين أول إشي مع من سوف اللي هو يمضي أو يقضي أو يبقى في ألمانيا هو أديب مع إيش بس هذا هو جواب الشق الأول طيب لا السؤال الشق الآخر هي ماذا ستفعل هناك حكنا لكم السببين رئيسيا من عند والآخر هي من عند هي هون لأن كلمة آخر إشي هي ميديكال أباريتس طيب ونشوف السؤال الوزاري اللي أجا لاحظ السؤال الوزاري أجا نفسه الكووت ولكن غيروا كلمة غيروا كلمة أنا أبدأ حطكم في الصورة السؤال الكووت اختبس أنتوا عارفين خلص يعني اختبس الجملية التي تشير بأن إيش أديب will be staying in Germany with his أول إشي الصيغة الأولى في الامتحال الأول أجد الوزاري هي family members في الامتحال الآخر غيروها إيش حكوا relatives هي نفسها يعني يا family members تمام اللي هي أفراد العائلة أو relatives أقرباؤه after a tour in Europe وين هذا الجواب له من بداية الفقرة هذه إيش أديب إز قوينج إلى آخر لعند كلمة إيش relatives وحقناكم سؤال الكووت للتذكير من النقطة للنقطة دون زيادة أو نقصة دائما منجاوب سؤال الكووت من النقطة للنقطة دون زيادة أو نقصة طيب خلينا نشوف ها سنتقل بعدها بحكي لك هنا أديب has invented several other devices لاحظ بحكي لك invented إحنا حكينا في البداية invention اختراع وحكيتلك وسجله number one حكينا عنه هو prosthetic limb طيب ها سسجل معي اختراعات أخرى اختراعات أخرى دائما هذا السؤال اللي هي اختراعات أديب إيش زي ما شوفين العديد من الأجهزة الأخرى devices أجهزة including لما تشوف including such as الآخره برضو أيضا تفيد التعداد المباشر واحدة اللي هي a tiny cleaning report and a heart monitor إذا عنا في عنا ثنتين هون اختراعين ذاكريننا الأولى إيش هي بما في ذلك including روبوت للتنظيف صغير الحجم والاختراع اللي بعده اللي هو إيش جهاز لمراقبة نبضات القلب which is attached to a car seat belt طيب الذي يتم توصيله بحزام الأمان في السيارة طيب إيش هو which عايش تعود هاي مهمة جدا على إيش تعود على a heart monitor be careful تعود على إيش a heart monitor فقط تمام طيب بقولك in case of an emergency في حالة الطوارئ rescue services and the driver's family will be automatically connected with the driver through this special checking device بقولك ستكون خدمات الإنقاذ اللي هي rescue services وإيش وعائلة السائق متصلة تلقائيا automatically لاحظ مع السائق خلال جهاز الفحص الخاص هذا طيب منكمل طيب شو بحكي لك كمان he also he has also invented برضو مدحك invented اختراع سجل عنا إذا صار عنا فوق في البداية بداية القطع لما شرحناها حكينا اللي هو في اختراع هنا في كمان اختراعين تمام فصار عنا ثلاث وهنا برضو في عنا اختراع رابع إذا صار عنا أربع اختراعات اللي هون بحكي لك هنا أيضا اختراع خوذة مضادة للحريق هذا الجهاز المميز الذي يحتوي على نظام كاميرا مدمج شماله سيساعد عمال الإنقاذ في حالات الطوارئ ويتشعل ايش تعود مهمة جدا كثير طلاب تلقبطوا فيها في البعض يحكي أستاذ عالقابليها مباشر ايكومنت طب شو هو ايكومنت هذا الجهاز المميز ما حكالك شو هو يجب أن تذكر اسمه بي كارفول اللي هي ايش افاير بروف هلمت اتمنى هاي الشغلة انكم تنتبهو لها تمام افاير بروف هلمت طيب بضع عنا اخر اشي انا حب انوهي يعني بشكل عام انه في كثير ضمائر he has he has باقي الضمائر اللي انا ما ما ركزت عليها الهي والهيز كلها تعود على اديب بس للاختصار طبعا بضع عنا اخر فكرة هي it is for these reasons لهذه الاسباب that اديب rightly deserves بان اديب يستحق بحق او بكل جدارة his reputation اللي هي سمعته as one of the youngest inventors in the world كواحد من اصغر مخترعين في العالم خلي نشوف شو في اسئلة هون هاذو في عنا السؤال برضو في الستيونت بوك بيجي نبر 21 بقول لك what's the purpose of the in-car heart monitor why do you think that it is built into the seat belt عنا برضو السؤال في شقين يعني يحتوى سؤالين هاذا النوع من الاسئلة احتمال يجي critical thinking اللي هو تفكير ناقد طيب استاذ كيف بدي اجاوب برجع بكرر حتى جواب الكتاب المنطقي احنا بامكاننا نركز على الفكرة الرئيسية ونضحها يعني انا بكيف عالطالب دايما اللي بسمع النصيحة ودام بحكي لهم تحايلوا على النص تمام تحايلوا على النص انك تاخذ الفكرة والرئيسية واتترك يعني باقي الامور بامكانك تضيف يعني فكرة من عندك وتأخذ علامك كاملة يعني بحكي لك الشق الاول ما هدف او غاية ايش هي حكينا اللي هي جهاز مراقبة نفذات القلب في السيارة شو هو بقول لك the in car heart monitor will be used to كل هذا الحكي حاليا ما خشينا لسه في الجواب طيب شو بدي اعمل استاذ اختصر حالك منبلش بامكانك تحكي to من هون to keep an eye on those اللي هي مراقبة keep an eye on يعني يراقب those مين هم those اللي هم المرضى with a heart problem اللي هم ايش الاشخاص المرضى الذين يعانون من ايش اللي هي مشاكل في القلب while they are driving or in a car بينما ايش يقودون السيارة او هم بداخل السيارة طيب اذا هون لو بلشت من عنده لو انتهيت لعندي driving بتكون فكرة متكاملة او بدك in a car برضو هاي فكرة جميلة اذا هذن 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 هو الشق الاول هدف من هذن طيب بقول لك لماذا تعتقد انها ايش تم وضحها اللي هي في ايش حزام الامان طيب بقول لك بإمكانك 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 بإختصار بإمكانك بإختصار because لأنه اخذ considering tomorrow Are suivre هارت Iris او يعني تغيرها Passengers هارت نفس الإشي تمام اللي هو السائق أو المسافر يعني بشكل عام تمام؟ فأنا بفضل أنه خلاص تحكي Because it is near اللي هي درايفرز أس الملكية هارت لأنه إيش قريباً؟ وكانك تضيف فكرة أخرى لأنه كل هذا الكلام لسه ما عبر عن الفكر الرئيسي اللي هو اللي بدي يطرح لنا إياها حتى اللي هي من ضمن جواب الكتاب تمام؟ أنا بحاول أسأل عليكم قدر الإمكان طيب في عنا سؤال آخر نزول أضع في سنة بوك بيج نوبر 21 بيقول لك what does the suffix اللي هي proof mean for example يعني وردة في النص water proof fire proof في عنا أيضا sound proof في عنا wind proof طيب شو معنى كلمة proof بالإنجليش هاد هو المقصود فيها إيش هي it means to provide protection against هاد الجواب بنا طبعا نجابه نفس اسمه بالنسبة لها معنى proof لإيش أنه هاد جواب الكتاب تمام؟ يعني نفس المعنى الإنجليش بنركز عليه اللي هو to provide protection against proof هو معناها ضد طمعا ضد الماء ضد الحريق ضد اللي هو عازل الصوت هون طبعا إلى آخره تمام؟ طيب خلينا نشوف هسا شو أجا سؤال وزاري مهم جدا بيقول لك أديب البالوشي has invented various devices various معناها different يعني لقد اخترع أديب البالوشي إيش أجهزة متنوعة أو مختلفة write down two of these devices أكتب اثنين من هذه الاختراعات مدام حكى لك two of these معناته في عنا أكثر من ثنتين النص ورد أربع أمور اخترحها أديب كمان مرة بنسردهم اللي هو إيش أول إشي حكينا prosthetic limb الثاني a tiny cleaning robot الثالثة a heart monitor والرابعة a fire proof helmet تمام؟ هذور أربع أمور حكي أذكر اثنين كانك تذكر أي اثنين من هذول الاختراعات طيب فعنا سؤال آخر مهم جدا اللي هو find the synonyms of these words from the article synonyms معناها إيش؟ مرادفات مرادفات لاحظ هنا كل هذه الفقرة بتركز على شغلتين برجع كم مرة بكرر collications و synonyms هاي الأمور بنركز عليها موضوع synonyms أنا نوعا عفوا collications نوعا ما حكيت لكم حددوا هذه collications في لها شريح خاص أما هنا synonyms لازم تركزوا عليها 100% طيب أول إشي المعنى مثلا apparatus هون ما معنى اللي هي أداء أو أدوات إلى آخره شو ممكن إلها مرادف المرادف المعتمد للكتاب هو equipment طيب ولكن برضو هل في مرادف آخر؟ آه في كلمة device تمام؟ في كلمة device بس هنا الأدق equipment طيب الثاني appendage اللي هي طرف إصطناعي إلى آخره عضو أو طرف شو إلها مرادف؟ لم بتحفظوهم طيب artificial إصطناعي شو مرادفها؟ prosthetic sponsor اللي هو يدعم ماليا أو يرعم ماليا شيء معناها fund تمام؟ في activity book أيضا معطي يعني عشانيك حاب بنوع هاي الشغلة معطي أيضا activity book pay for pay for تمام؟ فخلينا عشان تحصدوا كل هاي الأفكار مع بعض إنه sponsor احفظها لي fund في وين موجودة وين في الفقرة نفسها أما pay for هاي مطالب في هذا المعنى فيه اللي هو سؤال الميننغز vocabulary في activity book فأنا حبت أضحها عنكم عشان من المرة تحفظوهم طيب ننتقل الأسل بعدها اللي هي هذول السؤالين أجوا في سؤالين الوزريين find a word in the text which means اللي هي the technical اللي هي equipment or machinery نفس ما حكينا لكم خلص equipment machinery معناها إيش مدام أدا اللي هي apparatus طيب المعنى الثاني arm leg of a person arm leg of a person معناها لم عضوا هون فيش فيها المعنى الآخر ممكن هون يجيكم اللي هو financially support اللي هو يدعم مالياً معناها إيش sponsor معناها إيش sponsor هاي بالنسبة هاي بالنسبة لجدول اللي هو على ماذا تعود الضماير أتمنى كنت تركزوا عليهم أنا لهون أنهيت كل الشرح المتعلق في هذه الفقرة فقرة مهمة كثير طلاب كانوا متوترين منها ليش لأن فيها أفكار كثيرة بتحتوي على مصطلحات كثيرة وكلها مطالبين فيها لخصناها بالكامل إن شاء الله برجع بكرر أنا للإختصار حطي لكم هون جميع ظهار أخرى مثل إيش ضمائر الأخرى مثل إيش هي وهيز تعود كلها على إيش أديب تعود كلها إيش على أديب بتمنى لكم التوفيق ولا تنسوا تدعمونا القناة في اشتراكاتكم ولا تنسوا أيضا تعملوا شير لجميع زملائكم خلكوا الاستفيد عمل فائد